أهلا بكم إذا انتهت قمة العشرين غير أن ما بعدها لا يبدو أنه سيشبه ما قبلها خاصة إذا ما تحدثنا عن العلاقات الصينية الخارجية فالقمة التي انعقدت في بالي الأندونيسية شهدت لقاءات سنائية مكسفة جمعت رئيس الصيني بنظرائه الغربيين وكذلك الأسيويين فما التفاصيل؟ مع نهاية القمة أصدر قادة أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين إعلانا استنكروا فيه بأشد العبارات الهجوم الروسي على أوكرانيا فيما لم تتضح على الفور المواقف التي اتخذتها الصين والهند بشأن روسيا وهما بالمناسبة كانت قد امتعنعت عن قرار مماثل للأمم المتحدة كان قد أدان روسيا في مارس الماضي موقف الصين لا يبدو أنه جديد لبكين بما يرتبط بالشأن الروسي إلا أن لقاءات الرئيس الصيني قد تمهد ربما لفتح صفحات جديدة مع دول على رأسها الولايات المتحدة فرئيس الصيني التقى نظيره الأمريكي وخرج الجانبان بعدة اتفاقات تمنع تحول المنافسة بينهما إلى صراع ليس ذلك فحسب فرئيس الصيني أيضا التقى قادة الدول المجاورة للصين منها كوريا الجنوبية التي أيد رئيس تشي مبادرتها لإصلاح علاقاتها بجارتها كوريا الشمالية استشهد العلاقة توترا متصاعدا في ظن تجارب بيونج يانج النووية ومع المؤشرات الإيجابية هذه إلا أن البيت الأبيض أعلن عن زيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس إلى جزيرة فلبينية بالقرب من مياه تطالب الصين بها زيارة قد تعيد خلط الأوراق بشأن توازنات القوى والصراع الأمريكي الصيني في منطقتين المحيط الهادي والهندي كالعادة بداية لنتعرف إلى بعض الملفات والمناطق المتنازع عليها بين الصين وجيرانها أجرات الهند والصين عدة جولات من المحادثات على المستوى العسكري والديبلوماسي لحل التوتر في المناطق الحدودية وخاصة في شرق لدخ لكن دون جدوى أما نزاع جزر سبراتلي هو نزاع أقليمي مستمر بين الصين وتايوان وماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي والذي يتعلق بملكية جزر سبراتلي ومجموعة من الجزر والمعالم البحرية المرتبطة بها الواقعة في الجنوب تطالب بكين أيضا بكولا كانغري والمناطق الجبلية إلى الغرب من قمة بوتان بالإضافة إلى المنطقة الغربية في بوتان وبالنسبة إلى الخلاف الحدودي بين الصين واليابان فهي قصة لا تنتهي إذ يدور النزاع بشكل أساسي حول بحر الصين الجنوبي ولسيما جزر سيناكوكو وجزر ريوكيو هناك أيضا نزاع حدودي بين الصين والروسيا على رغم توقيع العديد من الاتفاقيات إذ تطالب الصين من جانب واحد بمساحة 160 ألف كيلومتر مربع من أراضي روسيا كما تتنازع بكين مع بيونج يانج حول نهري جبل بايكيتو ويالو وتومين وتتنازع سنغافورة والصين على أجزاء من بحر الصين الجنوبي ما أدى إلى نزاع حدودي آخر علاوة على ذلك لدى طجوكستان ومنغوليا وكزاخستان وكمبوديا وقيرغزستان ولاوس تاريخ من النزاعات الحدودية مع الصين وفي أول لقاء رسمي بين دولتين يشوب العلاقة بينهما توتر أعلنت الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني على همشي منتدتعون الاقتصادي لدولي آسيا والمحيط الهادي أبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لنذهب إلى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماع التي توقفت عند هذه التحركات الصينية فهذا مثلا غاري آلن يقول الصين بدأت بإنشاء تحالفات مع الدول الأسيوية باستثناء اليابان وستحشد جيشهما الذي يزيد عن مليون جندي للسيطرة على المناطق والجسر المتنازع عليها يوسف أبو طالب يقول الصين ضمنت مكانتها ضمن أقوى الدول اقتصاديا وتسعى لأن تصبح أقوى دولة سياسيا وعسكريا وثقافيا من خلال بناء تحالفات جديدة لنفهم أكثر هذا اللقاء وكل لقاءات الصينية ولكن تحديدا ربما تحدث عن لقاء الصيني الياباني هذا من القاهرة بالأقناة الصناعية دكتور عماد الأزرق وهو الخبير في شؤون الأسيوية ورئيس مركز تحرير للدراسات والبحوث من هونغ كونغ هذا السيد بني ووك وهو الخبير في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحديث دعني أبدأ معك دكتور عماد الأزرق وأفهم منك اليوم مجمل كيف يمكن أن تقرأ هذه اللقاءات التي أجرها رئيس تشي رئيس الصيني على هامش قمة العشرين طبعا أحد لقاءات ما لقاءه اللقاء مع رئيس البريطاني ولكن لقاءه مع بايدن كان مهم لقاء مع معظم حلفاء الولايات المتحدة كان الغربيين أو الآسيويين والآن هذا اللقاء المتوقع مع اليابان مع كل ما تشوب علاقات اليابان والصين من خلافات ما الذي تحاول صين أن تقوم به؟ هذه الجملة من اللقاءات التي يقوم بها أو التي تقوم بها رئيس شيجين بنغ هي تأتي في إطار زيارته الثانية بعد إعادة انتخابه أمنيا عاما للحزب الشيوعي الصين وتجديد الثقة فيه للمرة السالسة وهي بالتأكيد يحاول شيجين بنغ من خلالها أن يرسم سياسة أو ملامح سياسة السياسة الخارجية الصينية خلال الحقبة الثالثة له من قيادة أصرين كيف ستكون أبرز هذه الملامح برأيك؟ بالتأكيد من خلال هذه اللقاءات التي تمت أتصور أن بكين تحاول أن ترسل رسالة إلى أنها تسعى إلى سياسة احتواء الصراعات وسياسة إضارة المنافسة وإضارة الخلافات وعدم الوصول إلى مرحلة النزاعات المسلحة ما بين الصين وأي من القوى الكبرى سواء المسلحة أو الصراع الاتصادي بتأكيد شيجين بنغ من خلال هذه اللقاءات نحاول أن يرسل رسائل طمأنة إلى القوى الكبرى سواء القوى الغربية أو الجوار الأسيوي إلى ضرورة التعاون المشتراق وضرورة العمل سويا بهدف وأن العالم يتسع للجميع وأن يمكن للجميع أن يتبع سياسة تنموية سياسة تعاونية بعيدا عن الخلافات والصراعات السياسية والصراعات العسكرية بالتأكيد هناك الكثير من الخلافات الكثيرة التي كما ذكرت التقارير السابقة والتي تحدثت عنها سواء خلافات حدودية أو خلافات سياسية أو خلافات اقتصادية سواء في دول الجوار وما أقصرها مع الصين التي تجاورها أقصر من 14 دولة على الحدود بشكل مباشر فضلا عن الجوار الأسيوي والمحيط الهادي وبالتأكيد هذه الخلافات تحتاج إلى جهود صينية كبيرة في محاولة إدارة هذه الخلافات وخاصة أن الصين هذه استراتيجية بعيدة المدى التي تمتد إلى عام 1949 وهي تحاول أن تصل إلى تحقيق هذه الاستراتيجية في أمان وسلام طيب طبعا يعني في مؤشرات جدا إيجابية كما تقول كما تبعناها الآن هناك بعض التصريح للبنتاجون ويتقول البنتاجون الأمريكي يقول أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجي مثل الغزو الروسي لأوكرانيا غريب هذا التصريح مع أنه يعني بايدن بعدما خرج من لقائه مع رئيس الصيني خرج وقال ليس هناك نية صينية للهجوم على تايوان وأيضا فهمنا يعني بأن المواضيع كانت جيدة وبعدها اليوم كمان هناك في يعني مؤشر مناقد ربما بأن كاميلا هارس نائبة الرئيس الأمريكي سوف تزور أحد الجزر القريبة من فيتنام أم على ما أعتقد أو قريبة من فلبين عفوا وهذا ربما أيضا سيثير غضب الصين كما أثارت زيارة بيلوسي إلى تايوان كل هذه المؤشرات سيد بني كوك كيف تقرأها تقرأها إيجابية تقرأها أننا فعلا أمام خرق ديبلوماسي أم أننا يعني مجرد وضع تأجيل الصدام المحتمل المحتدم وليس المحتمل محتوم بالنسبة لهذه اللقاءات بين الرئيس جينجبين ولسيما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وبكل صراحة ليس لديها أي نتيجة ملموسة لأنه ومع ما نراه ونسمعه من البيانات الصينية والأمريكية يمكننا أن نرى هذا الإقرار بأن الخلاف موجود لأن الكل يعرف أن هناك هذه النقاط الأساسية التي لا يمكن الاتفاق عليها كطايوان والنقاط الأخرى كأشباه الموصلات وقطاعها إلى آخره إذن هذه هي الخطوط الحمراء بين مزدوجين بالنسبة للبلدين ولا يمكن الاتفاق عليها يمكن التظاهر بالاتفاق أو بوجود الخلاف بالإقرار به كما تحدث وعلاوة على ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية التي مفردها أنه من الكاميرا يمكننا أن نرى أن شينجبين يتحدث بكل سرور إلى البلدان الأخرى وقاضاتها ولكن أولا هناك هذا تفكير الذي مفده أن هذه الولايات الثالثة لتجينجبين والآن هو بحوزته كل الصلاحيات تقريبا وكان هو يقوم بهذه الزيارة الثانية القبرى بهذه الهمية مع كل خلفية سياسة سوفر كوفيد في الصين إذن يمكننا أن نرى من خلال كل هذه الأحداث أن شينجبين يبدو واثقا بنفسه ويتحدث إلى القاضى الآخرين بطريقة مسالمة جدا ونفكر بهذه الخلفية أيضا لمحاوطة الولايات المتحدة مع هذه الاستراتيجيات لأشبه الموصلات ولكن أضع هذه الالتزامات الأمريكية بحماية تايوان ولكن بالنسبة لي الرئيس جينجبين يحاول أن يفتح باب التعاون والمشاركة مع البلدان الأخرى لا سيما مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل أن يحاول ويخفف هذه التوترات التي تفرضها واشنطن على هذه البلدان ولكن بالنظر إلى النقاط المحورية لهذه اللقاءات والمحادثات وفي العمق من الصعب بالنسبة للصين أو لشينجبين بنفسها أن يحاول ويذلل هذه التوترات من خلال لقاءين أو ثلاثة لقاءات لأن الأمر بحاجة إلى أشهر لبل فترة زمنية أطول من أجل المحاولة والتوصل إلى أرضاء الحلفاء الأسيويين الأوروبيين والأمريكيين من أجل تثليل كل هذه العقبات أمام التعاون وربما الصين ستنتهز هذه الفرصة لتحاول وتفصل بين المسائل أو حتى تركز مع الحلفاء في أمريكا وأوروبا طيب دكتور عماد إذن يقول ضيفي بأنه لا يعتقد بأن هناك نتيجة يعني هي جولة إعلامية فيها محاولات فرد العضلات اليوم الرئيس مرتاح بيده كل السلطات يعني يحاول ربما فصل هذه التكتلات عن بعضها بشكل أو بآخر يعني يهدأ الأجواء مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد سوف يستطيع أن تحدث أكثر مع أستراليا ربما يتحدث أكثر مع اليابان وغيرها من هذه الدول التي يعني في أوكس أو غيرها من التحالفات كوريا الجنوبية وغيرها مع الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد فعلا بأننا لن نرى نتيجة أم أنه ما يمكن أن يفيد هذه الدول هو بعلاقة جيدة أو غير متوترة مع الصين هو أكثر بكثير مما يفيدها اليوم في هذا التعسكر أو تمترس خلف معسكر الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين دعينا في البداية نؤكد على أن لا توجد في العلاقات الدولية ما يعرف بزيرو خلافات لا توجد علاقة بين أي دولتين في العالم لا توجد بينهم أي نقاط خلافية مهما كانت هذه العلاقات أو موسط إليها من مستويات استراتيجية أو سياسية هناك خلافات لا بد أن يكون هناك خلافات في أي جانب من الجوانب وبالتالي المسألة ليس أن يكون هناك زيلو خلافات ولكن المسألة الأهم أن يكون هناك قدرة على إدارة هذه الخلافات الصين على سبيل المثال لديها خلافات حدودية مع الهند منذ سنوات طويلة للغاية ومع ذلك هناك تعاون اقتصاد وتجاري وسياسي كبير ما بين الدولتين وكذلك مع روسيا هناك خلافات حدودية كبيرة للغاية وخلافات سياسية ومع ذلك هناك اتفاق للتعاون الاستراتيجي ما بين روسيا والصين بالتالي هذين مثالين وتقدمهم الصين على أن الخلافات لا يجب أن تقف عائق أمام التعاون المشترك بالتأكيد الصين تسعى من خلال سياسة تبريد الأجواء أو تبريد التوترات إلى تهيئة مناخ دولي لخلق نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يمهد لها أن تصبح قطب دوري محوري كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما مع روسيا ربما مع الاتحاد الأوروبي ربما مع قوى دولية أخرى ولكن هي تسعى إلى تبريد الخلافات وتهيئة المناخ الدولي وتهيئة المنظام الدولي لإيجاد مثل أو للوصول إلى هذا الهدف وهذا لن يتأتى إلا من خلال علاقات لا نقول طيبة ولكن علاقات متوازنة أو علاقات بعيدة عن الصراع العسكري والأيدولوجي مع الدول خاصة دول المحيطة أو القريبة من الصين مثل دول المحيط الهادي والمحيط الهند وفي مقدمتها أستراليا بالتأكيد وكوريا الجنوبية واليابان لذلك الصين ستركز خلال الفترة القادمة على بناء ما يعرض ببناء الثقة ما بينها وبين هذه الدولة على وجه التحديد أستراليا وكوريا واليابان بهدف محاولة احتواء الخلافات مع هذه الدول وتهيئة وإيجاد أرضية قوية يمكن من خلالها أن تسحب البساط من أسفل الولايات المتحدة الأمريكية وتحول أن تخلخل التعاون الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القوة خاصة أن الصين يمكن أن تلعب بوركة كوريا الشمالية كوريا الشمالية كانت أحد المحاول التي ظهر حولها نقاشات كبيرة خلال المؤتمر خلال الاجتماعات داري ودعوة القوى الغربية للصين لمحاولة احتواء الجموح في كوريا الشمالية والتي خلال الفترة الماضية أسهبت في إجراء التجارب السيروخية وهناك مخاوف من الإقدام على محاولة تجربة نووية وبالتالي الصين تلعب بهذه الواقع في السيطاء على جموح كوريا الشمالية وفي هذا الإطار تحاول أن تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع قوية الجنوبية واليابان والسطورية سيد بني كواك الآن كان هناك تسريب لحظة لقاء بين الرئيس الصيني ورئيس وزراء كندا وكان هناك فيها بعض الحدية من قبل رئيس الصيني بالحديث مع رئيس وزراء الكندي وأنبه بأن ما تم الحديث عنه قد تسرب إلى العلن وهذا يذكرني بأول لقاء جرى إذا كنت تذكر مع بدايات تسلم بايدن لإدارة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية وحينها الوفد الأمريكي أيضا راجع وقال إنه قد كان الوفد الصيني أو الجانب الصيني كان حاد جدا آنذاك وأنه أسمعه كلاما جديدا قاسيا ولم يكن معتاد عليه هل اختلف اليوم فعلا هذا الموقف الصيني أو هل ترى تستطيع اليوم الصين أن ترى نفسها بشكل مختلف عما كانت من قبل حدثني أكثر عن ما تطلبه الصين ما هو مستعد اليوم لأن تقبله وما هي الشروط الجديدة اليوم التي وضعت على الطاولة من حيث تعامل معها العسكري السياسي الاقتصادي والتجاري لكل تأكيد اللهجة القاسية من جوستين تريدو هذا يعكس حقيقة الأمر وأيضا مع ما رأيناها من حادثة مع هواوي مثلا وكندا وهذا التوقيف لهذه المرأة في كندا حيث اختجزت ونعرف أن كندا الآن تنصاع لإرشادة أولاد المتحدة ولكن ماذا عن الصين؟ الصين التي ليس لديها أي أداة من أجل الانتقام بين مزوجين ضد واشنطن الصين يمكنها فقط أن تظهر هذا الغضب لكندا من خلال هذه الطريقة ولكن في مساحة الولايات المتحدة أيضا ومن ناحية السياسة لا يمكن أن تبدو على أنها أضعف إذن من أجل ذلك نرى أن تشينج بينج اعتبر اعتمد هذه اللهجة القاسية ضد كندا حذر كندا من ما فعلته أو من تكراره ربما وهذا الموقف الذي يقتر من الولايات المتحدة الآن في هذه الأزمة من الحرب أيضا من أجل الحاجة إلى تطوير الرلاقات بطريقة براغماتية مع الصين ونعم هذا هو الهدف الأساسي وراء هذه المحاولة الصينية من أجل إظهار الغضب بعد الحادثة مع شركة هواوي نعم كل الشكر لك سيد بني كواك الخبير في اقتصاد سياسي وعلاقات دولية كان معنا من هونغ كونغ من القاهرة دكتور عماد الأزرق خبير في شؤون الأسيوية ورئيس مركز التحرير لدراسات والبحوث شكرا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينا يازجي